أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية دور المجلس الأعلى للطاقة في متابعة تنفيذ خطة مصر للوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيد الطاقة الطهربائية إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030 إلى جانب إصدار الموافقات الخاصة بإقامة مشروعات الهايدروجين الأهضر ومشتقاته وخلال ترأسه اجتماع المجلس الأعلى للطاقة تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للهايدروجين منخفض القربون تستهدف الاستراتيجية جعل مصر أحد البلدان الرائدة في اقتصاد الهايدروجين منخفض القربون على مستوى العالم من خلال الاستعانة بالخبرات والابتكارات الرائدة عالميا في إنتاج وتصدير الهايدروجين ومشتقاته ومصادر الطاقة المتدددة الواعدة واحتياطيات الغاز والاعتماد على موقعها الاستراتيجية ترجمة نانسي قنقر